قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قتل المدنيين بغطاء دولي يمثل جريمة حرب محذرة من إطلاق العنان لإسرائيل التنكيل بالشعب الفلسطيني وأضافت الخارجية الفلسطينية منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تفويدا دوليا يمكنه من ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فإن المجتمع الدولي سيكون شريكا في مثل هذه الجرائم ولفتت إلى أن الردود فعل الدول الغربية تتجاهل أعداد الضحايا الفلسطينيين والدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في مناطقهم